هو يعرف وشلي له وشلي عليه طبعا استرسل في المحور الثاني يا طول ناصر جابنا الموقف ودخلنا في المحور الثاني يا طول طيب اسلام اللي هو نبغى ناخد نبدة من عندك عن الحقوق المالية الخاصة يعني الأشخاص شوف أنا بقولك الحقوق المالية وهي الأساس اللي نتعامل بها دائم في كثير من الأمور سواء كانت يعني حقوق شخصية سواء كانت حقوق عينية أصلية أو تبعية الحقوق الشخصية اللي بين الأطراف يعني بين دائم ومدين أنا سلفت هذا الرجال مئة ألف على أنه يردها لي بعد سنة طيب كيف أخذ عليه سند وقع لورقة ولا كيف طيب يا سلام هذا ثبت حق لكن أنا بينه بينه يعني علاقة وخوة وكذا يعني قال لا بك تعطينيها كاش يعني كذا كثير من الناس أيوة أصوره ما ينفع طيب أصور الفلوس أنا معطيه إياك كذا يا سلام هذا أصوره هذا بنظام الهثبات يعتبر اثبات نعم طيب لكن أحيانا كثير من الناس يستحون 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 يمكنني أأخذ على ورقة ولا شيء يا سلام عليك لذلك يعني أقرب حل لك في مثل هذه المسائل يعني وأنت بعطيه كوردة حسنة إنك تكتب في الحوالة كوردة حسنة وتحول عن طريق البنك لين بعض الناس يستحي إنك تقول ما أنا سوي لي فيه عن طريق نافذ فتسولت حوالة واكتب فيها الغرض كوردة حسنة طبعا حنا انتقلنا قبل ما في الحقوق الشخصية اللي قلتك بين دائنين هذه أما الحقوق يعني التبعية أما أصلية ملكية عندي بيت عندي سيارة عندي هذه حق لي أنا أصلي لكن التبعية اللي تنشع عن هذه الحقوق الأصلية مثلا أنا أطلب كنت مئة ألف صحوالة ما عندي كنت مئة ألف لكن من هو كفيلك كفيلي متركي متركي يا سلام النظام جعلني أني طالبك وأطالبه كلهم اثنين كلهم اثنين ما هو بدا أنا ما عطيت كل اللي تحملها أنا أطلع لا ما تطلع أقدر أشتكيك أقدر أشتكيك أي وأشتكي النظام خولني لذلك هذه يعني من الحقوق يعني التبعية أني أقدر أشتكيك وأقدر أشتكيك حلوة طبعا نظام لإثبات نص في المادة 66 أن المبالغ إذا كانت من مئة ألف فوق لابد أنها تكون كتابة يعني ما ينفع فيها شهادة فإذا كان عندك علاقة أو مبلغ من المال مئة ألف فلابد أنه يكون محرر مكتوب اتفاقية ها؟ لا لا هذا نص النظام إذا ما كان مكتوب فلا تسمع اشتهادة إلا في حالات معينة يعني هذه الإجراءات النظامية لابد حقي يعني الآن أنت عندك مبلغ يعني تطالب لك شخص يعني مبلغ مئتين ألف إذا ما كان عندك شيء محرر يثبت عليه لازم أني أتبع الإجراءات النظامية لازم أني أثبت حقي عليه يا سلام لبي كتابة ويش الإجراء الثاني كيف أقدر أطالبه أي هذه طبعا إذا كانت الشهادة يعني بعضهم إذا كانت دون مئة ألف فهذه تسمع فيها الشهادة لكن مئة ألف تقول عندي شهادة ما في شيء مكتوب فهذه ما تسمع لذلك هذه كلها لكي يعني تجبر الناس على الكتابة على توثيق العقود يعني معاملة فوق مئة ألف كيف ما تكتبها ليش ما تكتبها يعني تضيع هكذا لازم أنك تثبت حقك وتكتبه بسند لأمر أو بعقد ولا بد أن يكون هذا العقد له شروط وله بنوت سنذكرها في المحور قدام أنك قلت أكتبه كيف أنا أصيغ العقد طيب أنا الحين كيف أصيغ العقد أو أني أقدم العقد بالطريقة الصحية شوف أنا أقول لك تعقد دورات دورات تعقد في صياغة العقود